المملكة العربية السعودية فيما أعرب جلالته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمول العهد وتكريما لجلالة الملك المعظم أقام سمول العهد السعودي مأدبة عشاء بمناسبة زيارة جلالته للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحضر الاستقبال من الجانب البحرني سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن عبدالله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني فيما حضره من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ اشتركوا في القناة